موسيقى 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 من تقريب عام 1916 أو 1917 في الزرايد الهزلية كانت موجودة ياسر بكثرة في تونس وخدموا فيها جماعة تحت سور في هكثر الأحيان من جملتهم بيرو من تونسي معروفين كتاب كانوا موجودين ومعروفين وفهم من الرسمين القدم اللي كانوا معروفين برشا هو اسمه عمر الغرايري هو اللي كان ممكن من أحسن الرسمين الفترة هذيكة بشيت حتى تقريب عام 1957 وقت الاستقلال راجعت بالأخص في أوخر مات حبيب بورقيبة في أويل زين نوع هذا من الكاريكاتور ديما ياخذ الفترات اللي الحكمه هو شي قوية فيه بعد ثورة آآ الفين وحداش صار انفجار الكاريكاتور موجود بالأخص في فيسبوك في تويتر وفي الحكاية هذا وبرشا صغار دخلوا فهل منعرج هذا ومصورين جدود كانوا موجودين اللي كانوا منجموش قبل يتكلموا الجرائد كانت متعديلهم مش حتى كان هما يعرفت كانوا كانت متعديلهمش الصحافة المكتوبة آآ بدأت بشوية بشوية تذمحها حتى في أوروبا ولات أكثر الأشياء موجودة في الميديا بيبليك كانتها الانترنت وفيسبوك وما هيك رسمين اللي موجودين طواه ولا الكتاب أكثرهم ولاوا يخدموا في الاسيت احسن الكاريكاتور عملتها وقلي عيس بحريتي حريتي المطلقة انا وقلي خدمت انا في الجرائد وقت بورقيبة وبعد وقت بنعليه كم سمع انا عمل كبت كبت كبير عندي حاجات بشن قولوا منجمش تخرج ولو كانت الناس تنشدني تقولي شبيك شلي ما تعمل شكل قولوا منجم نعمل بما انه ما تنشرش لا تتراش وقلي صارت هذه الثورة الاخرانية ورقيت الحريتي اللي عملته هذك هالتو اللي نشرف بيه اكثر من اللي سبق علاش على خطر اكثر الناس جاءت قالوا لي تتوق وقلي كبيرت وقليت هالتوالت شوين كنت تقبل كنتم كيف كنتم كنتم مضغور منجمش نتكلم وقلوا هذك سلاحيانا ميخور ليش بش النجم انا نخدم حاجات على الحريات وقلي نعف روحي مهمش بش تعداوا ولا بش انتحبس ولا بش انتخطى ولا بش انتطرد هذو ما كل شجاعة اللي بش نعملها انا بش تنعجب بش تعجب بكنتي هاني وقتي رقيت الحذ كنت نجم نسكت على روحي من عمل هذا شيء هذك هما اعز هما اللي جاءوا بعد الفين وحده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة